يرى كثير من المراقبين أن الحرب الروسية الأوكرانية إنما هي سطار لمعركة تدور رحاها منذ فترة طويلة بهدف إعادة تشكيل العالم اقتصاديا وسياسيا بما يتسق مع موازين القوى العالمية الجديدة فمعهد برونيوس السويسري للبحوث والاستشارات يتوقع انتهاء الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العالم بحلول العام الفين واربعين حينها ستتم إعادة تقسيم العالم اقتصاديا لأنه سيصبح متعدد الأقطاب أو على الأقل سيصبح عالما تنائي القطبية بين كتلتين فقط كتلة بزعامة الولايات المتحدة وحلفائها وكتلة بزعامة الصين وحلفائها وعلى رأسهم روسيا بالطبع ولكن يرى مراقبون أن الحديث عن تغيير النظام الاقتصادي العالمي عملية معقدة للغاية ولا يمكن التنبؤ بموعدها فالانتقال من نظام لآخر يستلزم ضربة قاضية للنظام القائم ولعملاته أي للدولار الأمريكي كما أن روسيا والصين لا تقويان على خلق نظام اقتصادي غير قائم على الدولار لأنه ببساطة لا يوجد له بادير قوي في الوقت الحالي وإن كان يمكنهما بمساعدة دول تكتل بريكس التحول نحو نظام عالمي اقتصادي متعدد الأقطاب حيث يشكل تكتل بريكس نحو ثلثة الاقتصاد العالمي وتشغل دوله 26% من مساحة الكرة الأرضية بينما يبلغ حجم اقتصادات دول بريكس وهم الصين، روسيا، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا أربعة وأربعين تريليون دولار في حين يبلغ حجم اقتصادات دول مجموعة السبع أربعين تريليون دولار ما يعني أن المنافسة مع بريكس أبداً ليست مستبعداً